لا أنا عايز أقول لحضرتك حكا أنا يعني بأمانة طالع من يوم توليت يعني أو كلية الشرفي ننال ثقة طجار وصناع ومؤدي الخدمات في مصر حطيت قواعد بأليات جديدة لشركاتي بحيث أنك بتقلها قطرة محترفة بحيثوا بعضوا إياهم نحط البلان اللي هنمشي عليه وهم مشوا على حققوا أحسن ما هو مخطط بما يردي له خلال التسعة سنوات الماضية حضرتك سألتيني سؤال زدت قليت طبيعة الدنيا أن الإنسان يزيد وخاصة أنك لازم تخدي في الاعتبار أن حصل التعويم يعني إذا جيت قيمت الحجم أعمالنا بالجنيه المصري قطعا زاد لكن هو تقريبا نفس الرقم اللي كان بالعملات الحرة الدولار أو اليورو أو كلام زي لأن الدولار أياميها كان بحوالي خمسة جنيه والدولار وصل لسبعتاشر وثمنتاشر جنيه في المراحل الأخيرة دي كلها فلكن ما هو دولار واحد بس بقى بثلاث أضعف فلكن في زيادة صغيرة نسبية وفقا لما هو مخطط بمعنى لو كنت متفرغ لأعمالك الخاصة كان ممكن استثماراتك تزيد أكتر من كده بكتير ما أقدرش أقول لك كلام زي هذا يا لأن لكن ده قد يكون بالقاطر خلي بالك أنا يعني ما ببارك يعني أنا شغلي كله عبارة عن متابعات لأعمالي الخاصة الآن وكل وقتي موجود للتحاد الورف لكن زي ما قلتلك الحمد لله محققين نتائق كويسة وأنا بذكر يعني القوامين على الإدارة الحقيقة أنا كحين في أعمالهم لكن ما تقدريش تقولي أن في زيادات ملموسة لكن زيادات طبيعية لأن الواحدة ما بيبص الأدام بيبقى ليه خطط أنه يزيد مثلا خمسة المية عشر المية كل سنة وفقا للمتغيلات اللي موجودة أمامه يعني أما نجمل السنين على بعض لا الحمد لله كله كويس وأعتقد أني أنا قديت دوري برضو إلى حد ما عملت اللي أقدر عليه من أجل منتسبنا من تجار وصنع ومؤدي خدمات وحاولت كثير أني أساهم في دعم الاقتصاد المصري سواء كان عن مستوى التعاون مع الحكومة أو على المستوى الخارجي لحقيقة أيضا ترجمة نانسي قنقر